تعال لحظ جلتك كده تشوف اللي حصل النهاردة هذا الحدث التاريخي اللي حصل في انجلتر بعد مشكلة خلاص يبصوا صورة بقى ورجعوا بعد مشكلة ايه بعد مشكلة مبارات ليفر بول وتوتنا الهدف تعالويس دياز اللي كان من أسست لمحمد صلاحنيج من العالم والهدف اللي قول غيابة دا عي تسلل وبعد ما تم العوضة للفار فكل اللي شفناه كلنا تمام ان الكرة مش تسلل لكن النهاردة الربطة بتاعة ربطة المحترفين في انجلترا ولجنة الحكام بالتحديد عرضوا المحادثة زي ما حددتكم شايفين كده ما بين حاكم الساحة وحكام الفار المساعدين عرضوا المحادثة بالزبط قال لك لا ده فيه أزمة كبيرة وليفر بول طلع بيانات والناس اعتذروا لجنة الحكام هناك والقصة والدنيا أيمة مش قاعدة الدنيا هناك أيمة مش قاعدة فقال لك لا احنا لازم نكون عندنا شفافية مع الرأي العام في انجلترا ومع العالم كله لان دور انجلزي ده العام كله بيتابعوا فالصح نعمل ايه يا جماعة الصح ان احنا نعرض المحادثة عشان نشوف ايه اللي حصل وعشان الناس تعرف ايه كمان ايه اللي حصل احنا كمان سؤولين عارفين بس الناس لازم تعرف ولازم يكون فيه شفافية مثل هذه الامور ودي حاجة حضرتك لازم تبقى متفاهم جدا ان هي حاجة رائعة رائعة طب مختصر محادثة ان لما تم احتساب الكرة تسلل حكام الفار لما رجعوا للعبة ما كانوش واخدين بالهم ان الحكم حسب الكرة تسلل اخي اركز معي في الكلام ده لانه مهم حكام الفار ما كانوش واخدين بالهم ان الكرة بعد ما دخلت هدف في مرمى توتنام عن طريق لويس دياز ما كانوش واخدين بالهم ان الكرة ان الحكم حكم ساحة ادى تسلل وافتكروا ان الحكم احتسابه هدف وبعاكية بيراجع مع الفار يشوف هدف صريح ولا لا بناءا عليه قالوله كلمة هي اللي بهدلت الدنيا هي اللي اغبطت كل الحاجة ايه هي الكلمة اه طب هاتلي الزاوية دي هاتلي الزاوية دي طب معشاك كده اقرب شكرا زيف فول الله ينور عليك ورجالك كده صح حلو 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 فحكام الفار قالوله ايه it's okay خلاص الفحص انتهت حلو كلمة الفحص انتهت اللي هي المراجعة يعني انتهت فهمها حكم الساحة ان قراره صحيح فالمراجعة انتهت الرد ما كانش واضح من حكام الفار فحكم الساحة فهمها ايه قالك قالك خلاص بقى يبقى الفحص انتهى check check complete تمام perfect that's fine perfect اهو قدام حضراتكم check check complete check complete that's fine perfect حسم له الأمر بالإجابة عشان في تخيل حكام الفار اللي بيقوله الكلام ده ان الكرة اصلا اتحسبت هدف فلما قالوله كده الراجل اصلا كحسب ايه تسلق ففهم ايه ان هما بيأمنوا على قراره بيقولوله خلاص الدنيا تمام والفحص انتهى فالرجل قال لك يبقى تمام الفحص انتهى يبقى احنا اتكرار تمام زي فل فخلاص الكرة يا جماعة تسلق جم بعد كده بعد ما الراجل اتفاجأوا حكام الفار ان الراجل الكرة ما تحسبتش هدف فقالوله لأ stop stop the game وقف اللعب قال لهم خلاص ما قدرش وقف اللعب لان هما فهمونه الكرة هدف تمام فالرجل قال لهم خلاص مش هقدر مش هقدر رقف اللعب ما قدرش اعمل اي حاجة بالزبط قال لهم خلاص ما قدرش عامل اي حاجة القانون بيمنعه لان استقناف اللعب خلاص ما ينفعش ترجع مهما حصل ايا كان اللي جرى من كوارس يعني تمام ده البروتوكول تعالفار انت استقنفت اللعب خلاص كل سنة وانت طيب اهي لا استطيع انا فعل اي شيء لا استطيع انا فعل اي شيء لان خلاص اللعب استقنف فالكارسة حصلت ارجع وقف اللعب لا يا عم انت هوقف اللعب بقى اتحطيني انا فوش المدفع لا انتوا اللي بقيتوا فوش المدفع فطبعا الناس بتوقع الفاردو اللي توقفوا بالناس بجعل حدث ده قلب الدنيا قلب الدنيا ده حديث العالم كله لو اخدين بالكم كل الصحف والمجلات والمواقع والقنوات الاعلامية في العالم كله بيتكلموا على الموضوع ده فدي كارسة دي كارسة فاحنا احنا ممكن نتكلم على شكين الشك الاولاني اخطاء التحكمية موجودة في العالم كله اه جماعة موجودة في العالم كله حتى الدوري الاعظم في العالم اللي هو الدوري انجليزي الشك التاني ان احنا لازم نتعلم من مثل هذه المواقف ازاي حضرتك ايه المشكلة لما احنا هنا في مصر زي مثلا الهدف او ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش لصالح نادي الزمالك اللي تقريبا الجميع اقر انها ضربة الجزاء صحيحة ايه المشكلة احنا كان نحظنا ان احنا سمعنا بالصدفة الأمين عمر بالصدفة بس ما تعرض المحادسة ما بينه continue المحامد يعادل ومساعدة كابتن محمد شفاكر في الفاركا كمين ساعتها فاعرض المحادسة طالما في لغط كبير جدًا كده المحادسة قد تنصفك وقد لا تنصفك بس الاهم ان انت في الاخر تعاملت بمنتهي الشفافية مع الرأي العالم بدل ما يتم التشكيك في التحكم بدل ما يتم التشكيك في مشاكل الحكم وقدرتهم الفنية ويه ويه ايه الحاجات دي الوقت اللي زي دي حاجة إيجابية جدا إحنا سمعنا آه الفارب الصدفة لكن إن مشكلة بعد كده ما نعرض لو فيه أزمة كبيرة زي كده أزمة كبيرة زي كده فده أمر مهم